السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسامة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله الله ما اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هنا المدرسة الربانية وهذه هي الحلقة الأخيرة في هذا البرنامج كل عام وأنتم بخير كل سنة وانتوا طيبين وقبل ما أفل البرنامج عايز أرجع للنقطة اللي احنا وقفنا عندها وهي مهمة جدا اللي هي الغني إن الله يحب العبدة التقي الغني الخفي وقلنا أيهما أحبه إلى الله الفقير ولا الغني يعني ربنا يحب أكتر إنك تبقى غني أيهما أفضل عند الله إنك تبقى غني ولا تبقى فقير قلنا مش مهمة تبقى غني ولا تبقى فقير المهمة تبقى راضي عن ربنا وربنا راضي عنك خلاص الكلام بقى بدون إيه كلام نظري ولا نقرأ من كتب أهم حاجة إنك أنت تبقى راضي وربنا راضي عنك هي دي القضية في إيه بقى لما قلنا إن واحد بيقول لو ربنا أعطاني مال هسد ديون المسلمين آه يا جماعة بحذر في نهاية حلقاتنا وخدها مني نصيحة لوجه الله احذر الدعاوة والأوهام احذر إنك تدعي أنا بحب ربنا أكتر واحد أنا أعرف ربنا أكتر واحد إن أنا بعمل أعمال صالحة أكتر واحد دعاوة بتدعي والأوهام إنك تعيش الوهم الوهم بقى إن لو ربنا أدىك مش تتخلي فقير على واحد الأرض دوه إنت متعرفش لو ربنا أدىك هتعملي قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله موعدوه وبما كانوا يكذبون هو ده بقى الراجل كان فقير وغلبان ومشي على قده ومشي في حاله وقاعد في المسجد ليل ونهار لما شاف الناس المحتاجين واللي مش لقيين والأغنية مسكين ومكتفين وقال لك لم يحبكه أحد من خلقك فكيف ما شئت فاختبرني قالنا أنا بحبك حب حدش حبه قبل كده امتحني فابتلاه الله بحصر البول حصوايا سدت مجرى البول فصار يبكي ودموعه على خده تبل لحيته وثوبه والأرض ويقول الأطفال الكتاتيب استغفروا لعمكم الكذاب دي اسمها الدعاوة اني بحبك حب ما حصلش اني بعمل ان أنا عندي علم ان أنا الدعاوة الدعاوة بقى اللي ماليا النت بقى في الصفحات بيدعي بالكدب الدعاوة في الطريق إلى الله تنكس يعني بترجع الورا الأوهام ان يعيش وهم ان هو بقى من أولاء الله الصالحين ان هو بقى راجل ربنا بيحبه يعيش الوهم ده قتله الوهم فلذلك العبد التقي الغناي الايه الخفي اللي محدش يعرفه مستور لسه كنت وإحنا بنحضر بقى موضوع حب الدنيا سئل الإمام أحمد الرجل يعيش مستورا خمسين سنة ثم يفتضح عند موته فما سبب ذلك قال حب الدنيا إن كان في قلب وحب الدنيا فيتفضح على الآخر عشان كده ده اسمه الخفي بيقول بيقول ايه ادفن نفسك في أرض الخمول فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه عديها بقى من غير شرح عشان دي آخر حلقة وعزين نختم فضل ايه معانا من اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم العفيف المتعفف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد الحيية العفيفة المتعففة ربنا بيحب العبد اللي بيستحي خلق الإسلام الحياء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء بيقول لي عم انت مستحي كده زي الست ما تخليك جريء كده وتتكلم زي رجالة انت قال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير كتير اللي يجي يقول لبنته سلم يا شيخ قال له دعها فإن الحياء لا يأتي إلا بخير لا يأتي إلا بخير يأتي بالخير كله الحياء إن الله يحب العبد الحيي العفيف المتعفف قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف العفاف العفيف دي بقى نحن عشان ندخل في قضية العفة عفة اللسان عفة العين عفة القلب مش العفاف بس عن أموال الناس مثلنا في هذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما سعد بن الربيع قال له هذا بيتي بيني وبينك نصفين وهذا مالي بيني وبينك نصفين قال وارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما كان إلا أسابيع ورجع وبه أثر صفرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهيم إيه اللي حصل قال تزوجت قال على كم قال على وزن نواتم من ذهب بإخلال أسابيع بقى عنده ذهب وتزوج لما راح السوق الحركة بركة اشتغل واكسب وبأغاني واليد العليا خير من اليد السفلة الشاهد بس هنا العفيف المتعفف المسألة تأتي خدوشا في وجه السائل المسألة طلب الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاسة أكسم عليها ما نقص مال من صدق وما ظلم عبد ظلام فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لا تسأل الناس ده أصل من أصول الإسلام العظيمة لا تسأل الناس شيئا قال ليك عفيف متعفف يعني تمثل العفاف مسل العفاف تكلف العفاف اعمل العفاف رغم أنفك قال ليك إنسان عفيف عن أموال الناس ما تبصش على اللي في إيدي الناس لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه ما تبصش ده عفاف العين لا تنظر عفاف اللسان لا تسأل عفاف العقل والقلب لا تتمنى قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إزاي لا أتمنى ربنا ادنا أعلاجها في الآية اللي بعدها وأسألوا الله من فضله أطلب من ربنا لا تطمع فيما في أيدي الناس العفيف المتعفف أيضا من أسباب حب الله الحب في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يوجب لنا بهذا حبه قال الله في الحديث الكدسي وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِّرِينَ فِي إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال لا هل لك عليه من نعمة تربها عليه قال لا غير أني أحبه في الله فقال أنا رسول الله إليك أخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه حديث فصحي موسي الحب في الله بيجيب حب ربنا بس بإخلاص بصدق الرجل ده قال له هل لك من نعمة تربها علي قال لا غير أني أحبه أنا ريح له بحبه في الله عشان إيه في الله في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلاني تحاب في الله اجتمع علي وافترق علي اتقابلوا عشان بيحبوا ربنا بيحبوا بعض في الله ولما سابوا بعض سابوا بعض عشان بيحبوا بعض في الله سبحان الله العظيم فالحب في الله يجلب محبة الله جل جلاله للعبد بعض الأعمال اللي ربنا بيحبها بتجلب حب الله سبحانه وتعالى لا برضو الحديث حديث جميل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله إذا قول آمين خلف الإمام يجلب محبة الله سبحانه وتعالى أيضا من أعمال التي تجلب محبة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله وإن الله رفيق يحب الرفق فالرفق وذكر الله يجلب محبة الله وها هنا وصلت السفينة إلى الشاطئ وانتهى أو نقف ببرنامجنا عند هذا الحد من يحبهم الله ولعله فأل خير أننا نختم بمن يحبهم الله فيختم لنا ربنا جل جلاله رمضان بحبه أن يحبنا ويا بشراك إن أحبك الله أيها الإخوة إن من أسباب حب الله حب القرآن حب كلام الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف ومن سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف النظر في المصحف سينقضي رمضان وسيذهب الصيام وستذهب التراويح وستذهب المساجد وسيتذهب المصاحف إلا من يد أحباب الله أحباب الله عندهم حاجة اسمها رمضانة السنة مشروع رمضانة السنة أن تبقى السنة كلها رمضان أنه طول الوقت حاسس أنه في رمضان ومواظب على صيام الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض ويتسحر ويبقى عنده التمر يفطر ويضع عند الإفطار ويجمع ولاده على هذا ويصلي كل ليل 11 ركعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك قيام الليل لا سفرا ولا حضرا وكان إذا فاته قيام الليل لمرض أو شغل قضاه بالنهار ما تسبش 11 ركعة كل ليلة طول السنة ما تسبش الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض طول على الأقل طول السنة وتبقى صيامك زي صيام رمضان وقيامك زي قيام رمضان ما تسبش المصحف طول السنة على الأقل على الأقل على الأقل ختمة كل شهر كل يوم جزء وحط لنفسك برنامج أنه أقرى الجزء إذا إمتى الجزء 8 ربع قسموا أول مصح من نم وقبل مخرج من البيت أقرى ربعين وفي الطريق أو في الشغل أقرى ربعين وآخر النهارة ربعين وقبل منام أقرى ربعين خلص الجزء بمنتال بساطة والسهولة حب القرآن وأدمن النظر في المصحف وأكثر النظر في المصحف تنل ذلك إخوتي في ختم رمضان أكثر من دعاء الله ما إنك عفون تحب العفو فعفو عني أكثر من الصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله الراوي بيقول لا أدري أكره التزكية أم لابد من خلل ما تزكيش نفسك ما تقولش صمت رمضان كله تقولش قمت رمضان كله عشان كده شرع صيام ستة أيام بعد رمضان الستة من شوال ما تنسهمش ذول أيضا ليجبروا الخلل الذي جرى في رمضان رمضان انتهى كشهر كوقت كتوقيت في حس الناس أما بالنسبة لك فرمضان باقي في قلبك بأثره وإذا أردت أن أنصح أنك أنت تعيد سماع هذه الحلقات مرة أخرى فهي أكيد موجودة عن نت مش قضيت على قناة الرحمة وانتهت خلصنا خلاص فقاعد سماعها وركز فيها واكتب فويدك طبعا بعيدا عن زحمة رمضان بقى على رواءة كده واستفد من الموضوعات والقضايا التي أثرناها في هذه الحلقات أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلني وإياكم من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المعتوقين اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير كل سنة وانتم طيبين